ينضم حاليا في الستوديو المحلل السياسي دكتور أحمد الشهري أهلا بك دكتور أحمد استمعت لما تحدث ربما إليها الزميل خالد حول أهمية هذه الزيارة بالنسبة لولي العهد حتى في علاقاته أو في علاقات منبكة بالسياسات الأمريكية زيارة تاريخية لولي العهد ما هي كرؤيتك كمحلل سياسي ما هي أبعد هذه الزيارة من حيث التوقيت في ظل هذه الظروف التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط سياسيا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أخي وليد والزمر العاملي معك بسرعة والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام أنت ذكرت كلمة تاريخية يمكن في حديثك الآن مرتين أو ثلاث مرات صح حقيقة تاريخية عندما نقول تاريخية لأنها تضع المملكة العربية السعودية وتضع الوطن العربي وتضع قضايا الوطن العربي التي يعني يرزح تحتها منذ سبع أو ثمان سنوات تضعها على مشارف حل وعلى مشارف انفراج فعندما تأتي في هذا التوقيت الحقيقة لم يمر على الوطن العربي وضعه نحن محتاجون إلى مثل هذه الزيارة ومثل هذه الشراكة مع القطبة الأوحد في العالم وولئة المتحدة الأمريكية مثل هذا الوقت لذلك كان توقيتها مناسبا ومفصليا ومحوريا في هذه العلاقات لأنه لدينا مجموعة من الملفات الساخنة لدينا ملف الإرهاب والتغول الإيراني في الوطن العربي وما أحدثه في الوطن العربي وفي العالم العالم يريده أمانا يريده طمئنانا يريده تنمية ولكن الإرهاب هو الذي يقف دون هذه التنمية لدينا الملف السوري الذي طال انتظاره سبع سنوات شعب يدمر وحضارة يدمر وتغول ونمو لفصائل الإرهاب لدينا قضية في اليمن أيضا ترتبط بهذا التغول وهو دعم الإيران لملف الحوثيين وإمدادهم بالأموال وإمدادهم بالسلاح أيضا لدينا قضية ليبيا وهي جزء من الوطن العربي إذن هذا ملف سياسي مذقل أو مليء بالملفات ثم لدينا أيضا ملف آخر أو جعبة أخرى أو سلة أخرى أيضا مليئة بطموحات المملكة العربية السعودية طموحات شبابها طموحات الوطن العربي طموحات العالم الإسلامي طموحات العالم أيضا حتى الشعب الأمريكي الآن هو يستبشر بهذه الزيارة أنا لم أرى أن العالم كله يضع توقيتا للساعة حتى يشاهد برنامجا إلا في قاس العالم عندما يتفق العالم كله على وقته معين رأيتهم وهم ينتظرون برنامج سمولي العهد على قناة سي بي اس صحيح كل القنوات وكل الأشخاص لذلك أقول هذه الزيارة هذا التوجه الجديد من المملكة العربية السعودية بتوجيهات الإمام الهمام خادم الحرمين الشريفين البلك سلمان هو الحقيقة أن أقول الشعب السعودي يحق له أن يفخر وكل عربي وكل مسلم وأنا استمعت ردود أفعال كثيرة سواء في الوطن العربي أو من العالم ماذا تفعل السعودية اليوم؟ السعودية هي تريد أن تضع المملكة العربية السعودية والوطن العربي على مشارف حقبة جديدة طيب دكتور أحمد أبدو أن هناك اتفاق حاليا من قبل الأوساط السياسية بأن سياسة دونالد ترامب تحاول إعادة تلهيبة من جديد للسياسة الأمريكية وولايات المتحدة الملكية بعد الضعف التي ساورها أثناء عهد أوباما أيضا هناك الكثير من الملفات التي تتتفق المملكة العربية السعودية في سياساتها مع السياسات التي يعلن عنها ترامب شخصية كشخصية ولي العهد السعودي واهتمام ترامب هذه الشخصية وحديث عنها في أكثر من محفل وابداؤها الإعجاب بشخصية ولي العهد بسياساته وفكره وحنكته السياسية رغم حداثة سنة هل ستؤثر هذه الصفات لولي العهد في التحديد الملفات والتتوجه الملفات والسياسات الأمريكية في منطقة الشرق الوسط بعد اللقاء المرتقب الذي ربما يكون بعد لحظات من الأن أحسنت أشكرك على هذا السؤال حقيقة الأمير محمد بن سلمان أبهر العالم ليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط لماذا؟ لأنه أولا يعتمد الشفافية والصراحة ملفات أو أحاديث كنا لا نسمعها لا نادرة مثل السلاح النووي القبلة النووية بكل صراحة قال إذا طورت إيران قبلة نووية فنحن سنتج إلى هذا الملف هذا الصراحة هذا التوجه هذا الحزم هذا العزم قد أبهر العالم وجعل هناك ثقة في القرار السعودي وثقة نحو عقد شراكة مع هذه البلاد تجد أن كل العالم الآن ينتظر من المملكة العربية السعودية مثل هذه الزيارة لماذا؟ لأنه ما سيرشح عنها من اتفاقيات ومن شراكات ستجعل العالم يتجه إلى خطة وتنمية جديدة الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2009 وهي عهد أوباما ثمان سنوات تراجع القطب الغربي وبتراجع القطب الغربي تمدد القطب الشرقي وتمددت روسيا ورأينا ماذا حدث في سوريا واستخدام الفيتو ضد كل ما هو أمريكي نديجة نوع من المناكفات مع الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع جزيرة القرم وفي موضوع أوكرانيا لذلك كانت هذه الثمان سنوات أنا أعتبرها ثمان سنوات عجاف خسر فيها العالم العربي كثير من القضايا خسر فيها العالم كل كثير من الملفات عودة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة ضاربة الآن وأيضا صاحب هذه الزيارة أستاذ وليد لاحظ أن حتى الرئيس الأمريكي حاول ترتيب البيت الأبيض قبل قدوم الأمير محمد عندما استبدل وزير خارجيته تيرلسون بوزير قوي من خلفية استخباراتية إضافة إلى وزير الدفاع لذلك الآن البيت الأمريكي هو متماسك وكله يتجه ويتطابق معنا في كل الملفات اللهم إلا في ملف ربما القضية الفلسطينية والأمير محمد قد حسم الموضوع هذا في حد خطبة عندما قال نحن نعمل على المشتركات فلدينا ما بين الولايات المتحدة عشرات الملفات المشتركة التي ممكننا نعمل من خلالها ترجمة نانسي قنقر